بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم لقد أمرنا بأن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا نقتدي به ونسير على طريقته كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقد بيّن الله جل وعلا أن الاقتداء بهذا النبي من أسباب محبة الله للعبد كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إخوتي في الله لقد أمرنا الله عز وجل أن نتبع هذا النبي وجعل الهداية في اتباعه كما قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون واتبعوه لعلكم تهتدون فلابد أن نجعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا